موسيقى مساء الخير على مشاهدي قناة الاهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة النهاردة معنا أخبار كتيرة في النادي الأهلي أخبار طايرة بسكت هانبول سكواش كل ألعاب علشان نقدر نديكم وجبة ليكم أو أخبار كثيرة جدا داخل النادي الأهلي هنبدأ أول أخبارنا مع فريق كرة السلة والفريق كرة السلة الفريق اللي ما شاء الله علي بادئ بداية قوية جدا بكل المحترفين الجداد أو اللاعبين الجدد للفريق اللي هم أصبحوا فريق النادي الأهلي أو كيان النادي الأهلي في كرة السلة الفريق مع كابتن عاشر في توفيق شكل تاني وطعم تاني الفريق النهاردة بيستعد كابتن عاشر في توفيق بيستعد للمباراتين مهمين جدا في مسيرة الاهل السندي في كرة السلة أو المباراة بيستعد لي كاس مصر مع نياد الزمالك أكيد بنحترم كل الخصوم ونحترم كل الأندية مباراة مهمة ومباراة قوية في دور الستاشر فرئتين كبار بيتقابلوا في دور الستاشر في كاس مصر وبيخرج فرقة من الاثنين أكيد بنتمنى التوفيق لفرقة الأهلي اللي عندها استعدادات شقة جدا تدريبات ورفعوا عادلات لللاقة البدنية تدريبات داخل الصالة مع كابتن أشرف توفيق وكل الجهاز الفني المعاون بيقولهم شد حلكوا التدريبات مشى على ما يرام كابتن أشرف فيه متطمن على الفريق وكمان غير دور 16 كاس مصر مع الزمالك كمان بيستعد لنادي طلايع الجيش يوم 12 نوفمبر برضو مباراة مهمة مباراة مرتاقبة في دور التمانية بس فيه دوري المرتبط للأهلي حامل اللقب الفترة دي دوري البسكت متوقف متوقف لأن فيه نادي التحاد السكنداني ونادي الجزيرة نادي التحاد السكنداني ونادي الجزيرة بشتركوا في البطولة العربية المقامة في المغرب من فترة 21-31 الشهر ده اكتوبر وكمان حفظهم من لهم كل أمناتنا الطيبة ليهم أكيد بالتمنى التوفيق بكرة عندهم مباراة مهمة بين الجزيرة والتحاد السكنداني في البطولة العربية في دور التمانية فرقة هتكمل للنصف النهائي وفرقة هتخرج بكرة بالبطولة نتمنى لهم التوفيق هما الاتنين وأكيد بنقول فريق البسكت كل الجمهور مستنيكوا كلنا وراكم كلنا إن شاء الله كلنا طموح معاكم يقدروا تحقاو السنة دي موسم استثنائي وموسم تاريخي في النادي الأهلي لكرة السلة مع الجهاز الفني الجديد كابتن أشرف توفيد هنسيب فريق كرة السلة وهنروح لفريق كرة اليد فريق كرة اليد والتدريبات برضو تدريبات معادلة التدريبات اكتملت الصفوف مرة تانية جمع لعبة منتخب مرة أخرى إلى الفريق الأول اللي كان فيه تسع لعبين منضمين كان يوسف معرف كمان محترف كان في تونس رجعوا تانية عشر لعبين والأهلي لعب مباراتين والديتين مع نادي الظهور ومنتخب ألفين قدرت الفريق فيه يلم الشامل مرة تانية وقدر المدير الفني أولا لاند جرين استفادها قوية جدا كابتن يحي يقول أن كمان عودة المصابين كان أهم جزء أو أهم موضوع عندهم عودة المصابين مرة تانية إلى الملعب وبالأخص منضوح طاها ومحمود فايز اللي كانوا غايبين فترة طويلة عن المشاركة الجهاز الفني برضو شغل على ارتفاع معدلات اللياقة البدنية لأن الدوري إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي مع نادي ستة أكتوبر في صالة ستة أكتوبر بإذن الله فريق كرة اليد يكون في المعاد لأن فعلا فريق كرة اليد عايز نشد على إيدي كده ونقول له لا إحنا بنلعب بإسم الأهلي لازم الموضوع يكون مختلف وأنا عارف اللعبين كلهم بإذن الله يكون عندهم هذا الطموح وهذا الحمات لرفع البطولات لنادي الأهلي في هذا السيزون بإذن الله هنسيب كرة اليد رجال وهنروح لنجمتنا الكبيرة نجمتنا الكبيرة كابتن مار وعيد كابتن نادي نيس وكابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر واللي مشرفونا في فرنسا حصلت من أسبوع إصابة وكل السوشيال ميديا كابتتكلم على مار وعيد بكلام يعني مؤثر جدا كله بيتمنى لها العودة مرة أخرى حصل إصابة كنا لازم نتطمن منها هي شخصيا نسألها عملت إيه إيه اللي حصل معنا على التليفون كابتن نادي نيس كابتن مصر كابتن مار وعيد كابتن مار ومساء الخير كابتن عبد إزاي حضرتك أخبارك إيه كابتن الحمد لله أنت أخبارك إيه طمينينا كل الناس الآن عليك عايزين عرفوا إيه اللي حصل بالزبط الإصابة شكلها إزاي وليه يا مار والله رقم واحد بس أبشكر حضرتك عن اهتمامك وبشكر كابتن أهلي طبعا بيهتمد بأولاده أيا كان فده أشرف كابتن ليا فبشكرك يعني برقم واحد رقمتين والله أنا كان الضوء اللي فات كده كان عندي تمرين فكنت رايحة بكورة فاصل برقلي واحد كده في الكورة يعني ما فيش لازل إيه دي فالكورة وقعت فمع الجون طلعة فأنا دست على الكورة برجلي فرقبتي دخلت وخرجت من مكانك فالغريب إن أنا كان عندي ثاني يوم ماطش وربطت ولهات الماطش عادي جدا ما فيش مشكلة ما كانش عندك أي مشكلة في الموضوع خالص خالص ولات مطش كويس قوي وحطوا 10 تجوان ومفاهم نشاء الله فأنا مساهلة على الآخر يعني كويس وكتبنا الحمد لله وبعدين كان عندي مطش تاني لحد في بطولة أوروبا لو ما مطش العاوزة بتعطوز أوروبا برضو ربرت والساعة والعادة وكنا وغدين من عادل الرامين انت عرف هنا في فرنسا الرامين صعبة شوية بنتاخذ بعدها بوقت كمان القرار من هو يوم الجمعة فأعملت الرامين فدلأسف الرامين ندكت كلها عبدالليل اللي هو في مشكلة في الغضروف كويس وكمان الصليبي اتمس اتلمس يعني يعني هو مشدود خالص على الآخر الصليبي وكمان في كلام ان هو قطع فمش عارفين بقى قطع ما الدرجة كان أو قد إيه محتاج عملية مش محتاج عملية لازم أشوف حتى مش خاصة بالرغبة فللأسف الراجل اللي أنا كنت هشوفه راجع هو جاي يوم خمسة في يوم خمسة نضع ان شاء الله عندي معاد معاه ومشكور برضو مستر نادر شوئي رئيسي دي جونة وطبعا ووكيل لعيبة كبير طبعا أخي سبيح بالنسبالي طبعا بصراحة وأبزان راح في لك صراحة بتتشكره على اهتمامه وهو يمكن دكتور فيلر اللي هو اللي عامل عملية محمد محمود الله ربناه ومستلامه يا رب بإذن الله والراجل قام يعني نادر مستر نادر بيحاول أسعديني إن أنا شوشه كان لسه متواصمة مع مستر نادر شوئي قبل أنت ما تكلمني بشوية واحتمال كبير ان شاء الله سافر بكرة بكتير ألمانيا أو بعده أطامن من دكتور فيلر اللي هو يعني محمد محمود العملية يا رب بإذن الله أكيد بنتمناك الشفاء لكن في فرنسا أجزاموا إن فيه مشكلة عندك في الغضروف لكن مش أجزام في الرباط الصليبي الغضروف ده أكيد آه يعني الغضروف مية في المية الصليبي هو الكلام عجيب يعني الكلام في الصليبي إن هو مجدود أو وفيه زي بيقوله كده باللغة يعني اللي هو فهمك حتى يا طبع يا مجدود فالرميم مش مدين قوي آه طبعا الصليبي انت عارف لو على المغضروف بس المغضروف فقوض وبقى سليمة يعني فهلة لكن الصليبي طبعا الوضع مختلف خلص أتكلم بيكت ثمان شهور آه فالوضع مختلف خلص بصراح لكن الحال دلوقتي ما أقدرش أجزم حتى دفتور فريق ساعي تقدر يجزم بالضبط لأن الصليبي مفهول شغار يعني قوليلي إحنا الرجبة اليمين أو للشمال اليمين رجبتك اليمين آه رجبتك اليمين أكيد بص أكيد أنا عارفك وهتكلم كلام مواضح لك أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله ربنا يكلمك والأول نشوف نتيجة الفحوصات ما عايكش خلاها إزاي لكن أنا عارف حماس وروح مر وعيد شكله إزاي بالستة سبعة شهور إن شاء الله ترجعك في أسرع وقت بإذن الله أكيد ده لازم نتطمن عليك وأكيد لازم نقول طب أخبارنا إيه باع في الدوري فرنسي لازم برضو نسألك والله إحنا الحمد لله ماشيين كويس جدا الحمد لله رب العالمين يعني إنتي أنا كمان ماشيين كويس كويس أرغم بطور شخصي ماشيين كويس الحمد لله ماشيين خامسة دور وعندنا مطش والثابت فلعبه وأنا كده خلاص يعني حد الوقت نشعر في الزوائق إزاي من انتع بإذن الله ترجع بألف سلامة لأن نجمتنا كابتن مروى عيد نجمة كبيرة فعلا كلنا بنحبها وكل جمهور الأهلي متواصل معاها لأن هي فعلا أهلوية من طراز فريد جدا جدا متابعة كل الألعاب وبتشجعنا الأهلي في كل المجالات وهو ده اللي عايزين من كل العيد في نجمت الأهلي إن شاء الله بتوفيها كابتن مروى في المرحلة اللي جاية هنسيب كابتن مروى عيد وهنروح لفريق الكرة التطيرة في الأهلي الأهلي بلعب في الجولة التسعة للكرة التطيرة مع نادي شرقية للدخين في الصالة ما تش بتي بتلعب دلوقتي في الشرقية للدخين في صالة شرقية الدخين بالهرم النادي الأهلي كسب موشروته كلها ما شاء الله ذهاب الويا работать يقولون بس مباراة واحدة يوم إن شاء الله بإذن الله يوم السبت اللي جاي بإذن الله مع نادي الزهور هلعبها على صالة الأمير عبد الله الفصل ودي اخر مباراة يوم الجمعة اللي جاء مع نادي الظهور. كابتن ميدوم صلحي بيتكلم ويشوف انه بيقول ان الشباب اللي لعبوا المباراة دي ازا كان يوسف الصافي ازا كان اه ازا كان يوسف مرجان ازا كان عبد الرحمن لان فعلا قدروا يقدوا الدور ولعبة منتخب مصر او لعبة الكوبار داخل المتشاط الاولانية الدور التمهيدي ما كانش متواجدين لكن هو شايف ان اللعيبة دي فعلا ما شاء الله عليها عملت مجهود كويس جدا جدا وهو فعلا شايف ان فيه افراس كويس من تحت دايما نجوم الدهب معاودنا ما شاء الله على فرق كرة طائرة في نادي الآلي مختلفة عندنا فعلا فرق مختلفة وعندنا مديرين فنيين وكل كل الاجهزة ما شاء الله عليهم فيه فريق كرة طائرة خلينا نروح لتقرير مع كابتن ميدوم صلحي وكابتننا الكبير كابتن مصر وكابتن نادي الآلي كابتن عبدالله عبدالسلام واحسن ضار في العالم كابتن احمد صلاح الحمد لله ماتش الحمد لله كان المتناول واللي ساعدوا على كده طبعا خبرة اللعيبة بتاعتنا والحمد لله كسبنا ثالث صفر كان ما يعتبر ماتش الحمد لله سهل يعني الحمد لله بس أبلقى حاجة يعني أحب أشكر اللعيبة الصغيرة اللي كانت معايا الفترة اللي فاتت العشرة اللعيبة بصراحة عملوا اللي عليهم وزيادة عايز أقول لك ان هم حفظوا على صمعة الكرة الطائرة في النادي الآلي ما خسرناش ماتشات برضو لعبوا سبع ماتشات عملوا اللي عليهم وزيادة جدا جدا أنا بشكرهم قوي بشكر كمان الناس اللي تحت اللي بتبتمرن اجناشئين عارفين كواس قوي قيمة النادي الأهلي فبحب يعني ألفد تنتباه الناس ان فعلا الولاد دول عملوا اللي عليهم رجوع طبعا لعبت المنتخب كان في يعني عايز أقول لك انها صعبة شوية لأنهم طبعا كانوا في حمد العلي قوي ابتدت أنا رايح بعض الناس فيه وأنا رايح تسعيدوا عبد العالي النهاردة ان شاء الله هيبتدوا يريحوا برضو هريح ناس وعبد الرحمن برضو ملعبش عشان خاطر الحملة بتاحهم متوزع صح عبد الله طبعا شارك النهاردة في جيمين جيمونوس حتى المحترف الحمد لله جيسون بن بشكل سوي يكرم ان شاء الله ونكمل على كده ونكسب الدورة بإذن الله فيه ثلاثة يوسف مرجان ويوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني دول هيفضلوا معي إن شاء الله لنهاية الموسم هينزلوا يعني لعبوا ماتشاتهم بتاعة الـ 19 والـ 21 ويجولوا يعني هم بيتمرروا معي على طول إن شاء الله الفترة اللي جاية استعدادة عادية خواهد إن شاء الله هنبدأ من أول الشهر هنكسب التدريب الصباحي هنتمرن صبح بعد دور بخلاف طبعا الدورة هيبدأ الدور الـ 12 اللي هو الـ 12 فرق الرايح جاي هيبدأ يوم 8-11 فأنا ما عندي شوهت فهنبدأ إن شاء الله صبح وبعد دور من أول الشهر الجاي زي مقول خلاص نضغطنا شوية هنتضغط شوية الفترة الجاية وبعدين فيه تصفيات أولمبياد توكيو الدورة هيقف حوالي شهر ونص برضو اللعبات المنتخب بنبولك حمل زيادة قوي قوي عليهم غلاوة على كده إن شاء الله محمد عبد المنعم إن شاء الله يروح عبد الحليم عبو إن شاء الله يروح يعني تقريباً هيفضل معي خمسة ستة أو لحاجة إن شاء الله ربنا سهل ونديهم أجازة فترة أجازة كده شوية بعدين برن تاني بعدين لما يرجعوا بقى إن شاء الله دوري والكاس وأفريقيا والعربية هيتضغطوا في حوالي ثلاثة شهر ربنا يكون فعونهم فعوني إن شاء الله إن إحنا نقدر نعمل حاجة طبعاً لو الحمد رب العالمين أول مباراة لنا بعد عودتنا من المنتخب الحمد لله بداية كويسة دينا الحمد للرب عالمين يمتلك زموم المباراة من أول شوت والحمد لله كانت الناية كويسة وكل آية قدت بشكل كويس نفذت التعليمات بذلك المدير الفني وإجازة الفني الكل والحمد للرب عامين عندنا في مدشة الحمد لله طبعاً أول حاجة إنت عارف نادي لا يمتلكش آخر عنه إحنا أولاد النادي طبعاً خلاصنا فاطة المنتخب الحمد لله عدت بحلوة مرة زي ما بيقول الحمد لله خطوة كويسة بروسكر الشباب وعمل الشباب النادي الأي ونشينادي الأهلي اللي استحملوا الفطر الفيات اللي احنا كنا في المنتخب فيها بنشكرهم جداً قدوا على أكمل وجه وزروف كلها كويسة الحمد لله رب عامين نلعبوا بشكل كويس جداً من نحيهم جداً ونشكرهم وإن شاء الله الناس اللي قد تبقوا مستحبين لأيلة فيهم من الأيام طبعاً بقى خلاص احنا رجعنا من المنتخب خلاص يعني خدنا رحيتنا الحمد لله وكننا مصررين احنا ولعابة المنتخب طبعاً كلها نرجع ونقضي بشكل كويس طبعاً الحمد لله احنا مش غرابة عن بعض بأن فترة كبيرة مع بعض وتسعة لعيبة والعشر لعيبة في المنتخب فطبعاً ما ترجع بتلاقي إنسجام موجود ما فيش مشاكل خالص والحمد لله رب عامين زي ما انتوا شفتوا المبارأة ديناها بشكل كويس والحمد لله فتحسن الحمد لله هنبتدي الدور النهاء إن شاء الله رب عامين هما 12 فرقة رايح جاي هنبتدي يوم 8 إن شاء الله ونقف على يوم 3-12 بإزدنان من 8 نوفمبر هنخلص آية 12 هنرجع تاني المنتخب عندنا تصفيات أولمبييات مهمة جداً لنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ونحسن يلاقب بيها ونرجع أولمبييات تاني بإزدنان أكيد طبعاً دي بداية كويسة النهاردة دي عوام مباراة لنا بعد رجوعنا المنتخب طبعاً الحمد لله أنا شايف أداء كويس ويبداية كويسة وربنا يكرم إن شاء الله تبقى في أحسن من كده كمان إن شاء الله والله طبعاً احنا طبعين يوم بيوم تابعين كل حاجة أو طبعاً دي حاجة ببساطتنا جداً من الشباب اللي لعبوا وعملوا اللي عليهم وزيادة وحتى كتنميدوا شقارهم كلهم بصراحة هم يستهلوا دوت ودي حاجة تخلي الواحد مبسوط أن فيه جيل طالع إن شاء الله يكمل المسيرة بإذن الله وعملوا اللي عليهم طول الفترة اللي هم كانوا موجودين فيها ولسه في عندنا تلاتة موجودين كمان لسه منزلوء يعني معنا يوسف الصافي ومحمد أقاح ومرجان وحسيني تلاتة لعبين بردو من ناشئين وإن شاء الله يعني كتنميدوا بصراحة مش مؤثر في الحكاية دا بالعكس ده هو مدعم في الموضوع الناشئين دوت علشان يعني زي ما كان بيحسن معنا زي ما نوح وصغيرين كان بردو مدربين كان بيطلعوا اثنين أوداته ناشئين ياخدوا الخبرة وياخدوا الاحساس الليعب مع الفائرة الكبيرة أكيد طبعا كتنميدوا اتكلم معنا طبعا في الموضوع الرجوعنا بعد مرجعنا من المنتخب طبعا وإذا كمان دي حاجة ودي حاجة يعني خلاص المنتخب كان فترة وعدت لازم هنا النادي ملوش زنب إن انت راجع مبسوطة لازعلان دا شغلك والنادي الأهلي مستنى منك نتيجة وجمهورك مستنى منك نتيجة فلا إحنا الحمد لله يعني متعودين على كده النادي الأهلي عودنا على كده إن احنا بنفس بين المنتخب وبالنادي أو أي حاجة تانية غير النادي النادي ليه أسلوب وليه حياة وليه سيستم مشيين بيه عشان كده الحمد لله الموضوع ما أخدش منينا وقته وأول تمرين بذلت اخدنا ثلاث يام أجازة بعد أن مرجعنا من اليابان مع أن كالكبتبيدو بدنا أسبوع لكن اللعبة كتت مصررة لها تنزل التمرين بدري اللي هي تبدأ تخش مع الفرقة والناس كلها هتبقى موجودة وحتى كما كنا احنا اللي كنا محتاجين نلع يعني احنا اللي هولنا عادي نلعب المنشطة اللي هي البقية دي مع أنه كان مفروط لعب غير دوليين لكن احنا كنا مصممين وبصراحة يعني الحمد لله الاتحاد إيبل اللي احنا اللعبة الدولة تلعبها جمهور ده بالنسبة لنا هو ده الروح هو ده يعني أساس الحياة يعني في نادي الأهلي هو ده اللي بدعم الفريق أو أي فرقة بتلعب في النادي الأهلي طبعا هم بصراحة مدعمين في كل الأوقات بصراحة حتى ما احنا في المنتقب متابعيننا طيح حتى متابعيننا فأنا بشكرهم طبعا وتمنى بإذن الله أن هم يكونوا موجودين معنا في كل المنشطات اللي جاي بإذن الله زي ما سمعنا نجومنا الكبار كابتن عبدالله عبدالسلام وكابتن أحمد صلاح قالوا كلام مهم جدا وأهم كلام أن هما مبسوطين أن الولاد السغيرة أو الشباب بتوعنا بدأ يدخلوا في الفرقة مع أن زمان أو بالزمان يعني دايما لعب الكبار تقولك إحنا أوقع وإحنا أحسن لكن الاستمرارية في الملاعب هي دي أهم حاجة بمعنى أن جيل بيسلم جيل أن فيه جيل صغير طالع بيشكرهم كلهم ونما تعبوا بيشكرهم أن هما لعبوا باسم النادي الأهلي في الفريق الأول وفضلوا محافظين على نجوم الدهب وأنا بقول لهم ما شاء الله عليكم هو ده الحب وإنجازات ودايما بيخلي النادي الأهلي مختلف عن أي نادي في مصر أو في العالم خلينا نسيب فريق كرة طائرة الرجال اللي بلعبوا دلوقتي حالاً مع فريق الشرقية للدخان في صالة الشرقية للدخان ومباراة تانية لفريق كرة طائرة سيدات بقيادة كابتل حمدي صافي خلصت كنا باللاعب نادي الصيد في النادي الأهلي في الصالة صالة الشهداء وكسب النادي الأهلي ثلاثة أشواط ثلاثة صفر بنتيجة واحدة خمسة وعشرين خمستاشر خمسة وعشرين خمستاشر وآخر شهد خمسة وعشرين ستاشر دايما النجمات الدهب معاودين على كده معاودين على المكاسب هيا وفريق الطائرة الرجال بصراحة لكن النجمات الدهب كمان ولا شهد خسروه قدروا يلعبوا كل ماتشاطهم ولا شهد خسروه وكسبوا كل ماتشاطهم على سبورتنج والطيران والشمس والسموحة والجزيرة كابتر حمدي الصافي بيقعد الجماهير ببزل المزيد من الجهد المنافسة على كل البطولات أو الحفاظ على كل البطولات ده الأهم مش المنافسة منافسة الحفاظ على كل البطولات لأن النجمات الدهب بقيادة كابتر حمدي الصافي ما شاء الله عليهم ماشيين كويس جدا ما فيش شوت مع إن في نقص في الفريق وفي إصابات بداية الموسم بردو زي الموسم فقط بالضبط إصابات لكن دايما ما نخافش على نجمات الدهب وكابتن حمد الصافي وفريق كرة الطائرة سيدات خلينا نروح لتأرير لكابتن حمد الصافي بعد مبارات الجزيرة وكابتن نهل سامح نشوف قاله إيه بعد مبارات الجزيرة اللي فات على طول ترجع لنا مرة تانية الحمد لله النهاردة طبعا مبارات الجزيرة المبارات الخامسة لنا في مصابقة الدوري الحمد لله قدرنا نفوز 3-0 وده المبارات الخامسة الحمد لله بدون خسارة أي شوت الأداء طبعا عمتا الأداء كويس جدا يعني الأداء في ارتفاع مستمر ابتدنا المسابقة بمطشاط قوية زي سبورتينج والشمس واسموحة طبعا نهاردة كانت فرصة أن نشرك عدد من اللعبات ياخدوا خبرة وعندنا عناصر كونه لازم نشرك عشان نستعد للخطوة اللي جاية طبعا بالإضافة طبعا مش هنتكلم على الإصابات اللي عندنا بس اللي موجودة الحمد لله العناصر اللي موجودة كلها شعيلة المسئولية ومتصدرين الدوري لحد الوقت وإن شاء الله بإذن الله نكمل لحد نهاية الدور الأول ونكمل المسابقة لحد التوقف بتاع المنتخب بإذن الله نبقى للتوقف يحصل وإحنا متصدرين المسابقة بإذن الله والله عندنا الإصابات هتبتدي إن شاء الله الإزباق جاي ماير خليفة أول لعبة هتنضم بعد الإصابة الأزواج جاية تنضم لنا وده مكسب لنا طبعا لأن احنا مركز ثلاثة للأسف حصل لنا سابا برضو مريم توليس برين أنكل فمحتاجينها جدا الفترة الجاية عندنا لقاءات صعبة عندنا السيد والشمس برضو من الفرق قوية اللي بتنافس فمبارات مهمة محتاجين كل اللعيبة فيها يعني بإذن الله عندنا عناصر كتيرة صغيرة عندنا فريدة الحناوي عندنا مي غزال عندنا هادير يوسري عندنا سهيلة عندنا دانا كل دول عناصر تحت 18 سنة و 16 سنة بنستعين بيوم السنة دي تعويض طبعا غيابات بعض اللعيبة وهما عناصر مميزة بإذن الله مع عناصر الخبرة الموجودة نقدر نحق اللي احنا عاوزينه بإذن الله السنة ده المحترفة طبعا بتأدي أداء كويس بتادت تنساجم بدرجة كبيرة مع الفرق وحافظة اللعيبة وكده في الفولي طبعا الموضوع بياخد وقت شوية بس الحمد لله هي قادرت تنساجم بسرعة وفي ارتفاع مستمر الحمد لله الموسم ده طبعا فيه تحديات كتير عندنا الدوري والكاس وأفروكيا طبعا أهم حاجة وجمهور اللي بينتظروا مننا بطولة أفروكيا دايما ان شاء الله بإذن الله بنوعدهم ان احنا بنشتغل بأقصى قوة عندنا الإصابات ترجع لنا ويكتمل الفريق وبإذن الله يبقى فيهم نفسة قوية بإذن الله على بطولة أفروكيا بإذن الله طبعا الحمد لله يعتبر ده خمس فوزة على التوالي بالنسبة لنا من بداية الدوري كان فوز مهم جدا بالنسبة لنا بالذات ان احنا ان شاء الله المبارا الجاي حتكون مباراة كوية نوعا ما هنقابل فريق السيد فريق السيد مهظمه نشآت وشبات لكن اللعيبة يعتبر على العالم مستوى كلهم مكونين من منتخب الشبات والنشآت فحيكون مطش ان شاء الله أقوى من المطش ده فاحنا يعني يعتبر المطش ده كان استعداد شوية للمطش الجاي ان شاء الله اللي هو مطش السيد ان شاء الله اتمنى ان احنا نقدر نحصل على كل البطولات لكن احنا المشكلة عندنا الاختلاف شوية يعني سارة الفاتت ان احنا عندنا اكتر من اصابة يمكن اربع اصابات او خمس اصابات كلهم لعيبة مهمين يعني لعيبة جوة الاربعتاشر لعيبة اللي بيشاركوا في البطولات الافريقية والعربية فاكيد غيابهم هيكون مقصة علينا لكن احنا يعني المجلس دعمنا بلاعبتين لعيبة محترفة برزيلية ودعال غباشة من نادي الشمس فا اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر يعني نمشي على نفس اللي احنا كنا ماشيين عليه يعني سير اللي فاتت فيه لعيبة كتير ظهروا بشكل كويس جدا في بطولة العالم الاخيرة اللي كانت مقامة في مصر فريدة ومية غزال طبعا يعني هما بيبتدوا يندمجوا معنا واحدة واحدة ويعني هو عمتا في النادي اللي هما عمتا عافنا النظام وكل الحاجات اللي احنا ماشيين عليها وابتدوا يشاركوا في ماتشاط كذا ماتش من اول السيزون مبتدى وابتدوا يعني يندمجوا معنا بسواع جدا زي ما شفنا كابتر حمد الصافي بيتكلم في كلام مهم جدا وقال ان اهم تحدي عندهم هي البطولة الافريقية وهي فعلا البطولة الافريقية اللي بتسعد الجماهير لان البطولة بتكون مختلفة لان دولاب بطولات فريق الطائرة سيدات مختلف ما شاء الله هو رقم واحد نمبر وان في افريقيا اللي هو واخد بطولات افريقية دايما الالف المقدمة نتمنى كل الفرق تبص الفريق طائرة رجال وسيدات وينتهجوا نفس النهج عشان نقدر نزود حصيل بطولات النادي الاهلي في كل سيزون بنلعبه لان ده تاريخ بيتكتب ولسه التاريخ فاتح بابه كبير جدا على مصر عايزة بيقوله علشان بطولات النادي تستكمل وتزيد على مدار التاريخ مع ابطالنا ونجومنا في كل الالعاب هنسيب كرة طائرة سيدات لكن هنتكلم على فريق منتخب مصر لكرة طائرة رجال الانتحاد الدولي اعلن القرعة رسميا لتصفيات توكيو 2020 التصفيات دي هتقام في مصر على ارض مصر بإذن الله من ستة لاثناشر ينايرا في استاد القاهرة ماتشات صعبة جدا وبطولها مهمة جدا لان اخر بطولة لتصفيات اولمبية كاتريت جانيرو وقدرت مصر تفوز على منتخب تونس في الكنغ برازافيل بلتيجة تلاتة اتنين كانت مباراة صعبة جدا 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 لكن قدر المنتخب المصري بقيادة نجوم النادي الاهلي او بنجوم مصر احمد صلاح وعبدالله عبدالسلام وكل نجوم مصر قدروا يكسبوا المباراة هناك واتأهلنا لريدي جانيرو واكيد كل جمهور المصري النهاردة عايز يشوف تاني منتخب الطائرة متواجد داخل الولمبياد وفي توكيو 2020 تصفيات صعبة جدا في سبع الدولة المشتركة اكيد مصر الدولة المضيفة ومعها الجزائر بتسوانا الكاميرون غانا تونس والنيجر اعتقد المنافسة قوية جدا بسبب احتراف نجوم كتيرة من منتخب الكاميرون برا يبقى المنافسة جاية الكاميرون جاية تونس جاية الجزائر المنافسة قوية جدا على التأهل لأولمبياد توكيو 2020 نتمنى لان الدوري كمان هيقف دوري الطائرة هيقف نتمنى التوفيق لمنتخب الطائرة عشان يرفع اسم مصر في المحافر الدولية ونقدر نتأهل ليه توكيو 2020 هنسيب الكرة الطائرة ومنتخب مصر وهنروح ليه نجمنا الكبير كريم عبد الجواد كريم عبد الجواد بيتأهل بيكسب دور الستاشر اللي بطولة الاهرام الدولية اللي بقامة من يوم خمسة وعشرين ليوم واحد نوفمبر قدر يكسب لعب هونج كونج بنتيجة تلاتة واحد بنتيجة اشواط حداشر ستة اول شوت لكريم تاني شوت بيخسروا اربعة احداشر لكن بيرجع يفوز حداشر سبعة وحداشر تسعة المباراة ستمرت تمانية واربعين دي نجمنا ان شاء الله هيقابل في دور التمانية زيميلو لعب المنتخب المصري مروان الشرباجي لعب نادي سموح اللي كان في دور الستتاشر اخصى نجمنا الكبير نجم نادي الاهلي وبطل العالم للناشئين والشباب كابتن مصطفى عسل بنتيجة تلاتة اتنين كان ماتش قوي جدا بين مروان وبين مصطفى عسل والنتيجة خلصت تلاتة اتنين لكن كان ماتش لمدة خمسة وخمسين دي اكيد بنا اتمنى التوفيق ليه كريم عبد الجواد اللي بيلعب بطولة مهمة جدا وهي بطولة مصر الدولية في السكواش في صفح الهرم على نفس الملعب على نفس المكان في نفس الوقت بيتلعب بطولة العالم نجمتنا ياسر بعادل ياسر بعادل من نجوم النادي الاهلي ونجوم مصر بتلعب بطولة العالم للسكواش للسيدات لكن القرعة حطتها في طريق صعب جدا هتقابل بطلة فرنسا المصنفة الرابع عالميا هتقابلها في دور 16 النهاردة النهاردة هتلعب ساعة 9 بالليل المباراة صعبة جدا البطولة دي مجموعة جوازة ربعمية وتلاتين الف دولار الماتش صعبة جدا لكن ياسر بعادلنا تمنى لها تعمل مفاجأة لان المصنفة الرابع عالميا في السكواش قوية جدا مصنفة محسوة في بطولات العالم كلها ودايما يتقاهل للأدوار النهائية في البطولات ياسر بعادل لو كملت هتقابل الكسبان من بطل ماليزيا بطلة ماليزيا ولعابة نادي اليوبلس هانيا الحمحمي نتمنى لها التوفيق بإذن الله في البطولة هنسيب السكواش وهنطلع على الكاراتين ونجمنا بيتواجوا بتلات مديليات في بطولة العالم للناشئات والشبات ما شاء الله كان بطولة عالم للشبات والشباب لكن القدرة عندنا ينتزعوا تلات مديليات أولهم فاطمة عبد الناصر حية المديليا الفضية في منافسات الكوميتي لناشئات كمان نور إهاب المديليا البرونزية في منافسات الكوميتي لشبات وأخيرا كانت نادية السيد المديليا الفضية في منافسات الكاتة لفرق الشبات كان عندنا اتنين لعيبة محمد صلاح عبد الحميد حقق المركز الخامس في منافسات الكوميتي للشباب وآسر خالد واللي كانت أول مشاركة ليه البعثة ان شاء الله رجع يوم السبت اللي جاي بس بعثة منتخب مصر رجع ما شاء الله عليها من شيلي يعني معاها تسعتاشر مديليا سبعة دهب واربعة فضة وتمانية برونز ما شاء الله على فريق الكرة الطيرة عفوا الفريق الكراتي في النادي الأهلي وفعلا نجوم كبار جدا عندنا بيتعلقوا في سماء لعبة الكراتي في العالم وأخيرا بكده خلصنا أخبارنا لكن ما خلصناش الحلقة والحلقة النهاردة حلقة مهمة جدا لعندنا نجوم كبار من طراز مختلف كويس وأول مرة على شاشة قناة الأهلي نجمتنا المحترفة الأمريكية شاكيلا نان مع نجمتنا ونجمة مصر كابتن سورية نجمة النادي الأهلي في الكرة السلة فاصل ونستقبل ديوفنا الكبار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحضيرا لمواجهة نظيره سبورتينجا السكندري في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة دور المرتبط للموسم الحالي 2019-2020 يسعى المارد الأحمر للمحافظة على لقب وتقديم موسم استثنائي ناسيما وأن الفريق يمتلك أفضل العناصر في مصر يأتي على رازهم ثورية محمد وهي أفضل المسجلة للنقاط في بطولة إفريقيا الماضية والتي قيمت بالسنجال بعدما أحرزت خمسا وثمانين نقطة لتعتلي صدارة هدفات البطولة القرية لأول مرة في تاريخ كرة السلة النسائية المصرية وقدمت نجمة الأهلي أداء مبهرا في البطولة القرية حيث استطاعت تسجيل 21 نقطة في مباراة كوديبوار بدور المجموعات تبعتها بتسجيل 12 نقطة أمام السنجال مستضيف البطولة بنفس الدور ثم قدت المنتخب للعودة من بعيد أمام المنتخب الكاميروني ونجحت في تسجيل 23 نقطة لتعبر مصر عقبة منتخب الأسود في الثمن النهائي ثم سجلت 17 نقطة أمام منتخب موزنبيق وتبعتها بتسجيل 5 نقاط أمام أنجولا في مباراة تحديد المراكز من الخامس وحتى ثامن وأخيرا سجلت 7 نقاط أمام كوديبوار في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن تمتلك ثورية مهارة كبيرة في تسجيل الثلاثيات بعيدة المسافات إضافة إلى قدرتها على الاختراقات وصناعة اللعب والتمرير بدقة عالية لزملائها مسؤول القلعة الحمراء نجح في التعقدي مع الأمريكية شاكلتان التي تمتلك خبرات كبيرة في الدوريات العربية بعدما قدمت مستوى مميز مع فريق الرياضي اللبناني وتأمل الجماهير الاهلوية في أن تكون المحترفة خير داعم للفريق خلال هذا الموسم بعدما نجح أغلب فرق الدولي في تدعيم صفوفهم بعناصر ومحترفات مميزات يأتي على رأسهم أنديات الجزيرة سموحة سبورتينج مما سيشعل الصراع على المطولات المحلية والتي هيمن عليها النصر الأهلاوي خلال العام الماضي زي ما شوفنا في التقرير ما شاء الله نجمات السلة في الناد الأهلي وضع مختلف بشكل مختلف فعلا الفريق السندي بشكل مختلف مع كابتن علي هاشم بداية خوية لكن الملعب والفوز هو اللي بيجيب البطولات خلينا نرحب بنجماتنا الكبار اللي معانا النهاردة ومعانا كابتن سوريا محمد نجمة الناد الأهلي ومنتخب مصر كابتن سوريا بنرحب بك منورك مرسي منورك ما شاء الله هنتكلم مع سوريا فيه حاجات كتيرة بس لازم أرحب بنجمتنا الأول المحترفة الأمريكية اللي أول مرة فيه تطلع على شاشة الأهلي النهاردة معانا فأكيد هنرحب بكابتن شاكيلة نون هي قيتلي كده بالزبط شاكيلة نون شاكيلة كيف حالك؟ كيف حالك؟ فرنسة فول مرحب بالأهلي تيفي شكيلة أكيد بنرحب بيها وأكيد هي هنتكلم معها بس خلينا لقعدة معها مش سين وجيم مع شاكيلة بالذات احنا هنتكلم معها هي بنت هترد هتتتجاوب معنا كلنا وكمان كابتن سوريا وعديتني نهية كمان تتحور معها على الهواء كابتن سوريا هبدأ معاكي وفوزك بلقب الأول مرة في مصر أول مرة في مصر بنت عندنا تفوز بلقب هداف بطولة أفريقيا ده كان أول مرة في طريق كرة السلة في مصر من ساعة ما بدأت لغاية دلوقتي كابتن سوريا فازت به هدافة أفريقيا كابتن سوريا أولا بنبريك لك ألف نمبروك سوريا الله يبارك فيك السكيري إزاي إيه اللي حصل وصلنا للقب ده إزاي وقدرنا ننتزع لقب قوي جدا مع فرق أقوي جدا زي أفريقيا أول حاجة طبعا هو كان أكيد بالنسبة لي أن أنا أخد كاس هدافة أفريقيا في درجة أولى سيدات ده بالنسبة لي إنجاز أنا أصلا مكنتش متوقعة ولا مرتباله من أول ما رحت البطولة أول ماتش بدأته بدأت جبت 23 نقطة في 22 دقيقة فده بالنسبة لي كان حاجة أنا عمري ما عملتها قبل كده وبالذات في تايم وليل يعني إن أنا أجيب السكور ده في تايم وليل لكن بالنسبة لي حاجة كبيرة كملت الماتش اللي بعديه جبت 22 نقطة الماتش اللي بعديه 15 وماتش اللي بعديه 17 ما شاء الله فأنا ما كانش في دماغي برضو إن أنا ممكن أخد طوب سكورر بس لما جيت قبل آخر ماتش كان فرق بيني وبين اللي ورايا بوينت يعني أنا حتى كسبت في الآخر جايب 85 نقطة واللورايا جايب 84 من كوتوفور فإحنا كان فرق ما بيننا بوينت واحدة بس يمكن في الآخر هي فرقة إحنا حتى في آخر ماتش كان مصر وكوتوفور على السابع والثامن فكان إحنا الاثنين نازلين هي نازلة فرقتها ببواصيلها وأنا نازلة فرقتي ببواصيلي هما خلاص يعني سابع طبعا هي بالنسبة لنا إحنا أخد ثامن ده أوحش سابع قلنا إن إحنا هيبقى شيء مرضي إن إحنا السنة اللي فاتت نبقى نفس الحاجة طلعين بنفس المركز ففرقتي بصراحة كان بتساعدني كابتن إيهاب كمان كان بيساعدني جدا كان بيقول لي أنت دلوقتي نازلة تاخدي طايتل لنفسك وده حاجة عمرها ما حصلت كان فرق بيني وبين اللي وراي بوينت اللي وعدها كان فرق ما بيننا إحنا الاثنين 25 بوينت فكان الفرق خلاص وسع وكان لسه هي قدامها ماتش حتى هيجابت 23 لو جابت 24 نتعدلت بالزبط فكان اللي هو كان خلاص إحنا على بوينت ما بيني وبين التالي اللي ممكن تتفرج عن ماتش أصلا الماتشات هناك طبعا كان مستويات أحسن بكتير لفل المحترفات كان فيه هناك إحنا عندنا يمكن اللعيبة بتاعنا بيلعبوا هنا بس ينفيش مثلا اثنين تلاتة اللي بيلعبوا ورا وبنضطر ان احنا نستعير بيهم ونجيبهم هنا بس في بره لا مفيش حد بيلعب في السنغال الناس اللي بتلعب في نيجيريا متلعب لا بيطلعوا بره ويجلهم على الماتشات أفروكيا بس أفرج الأعمار حتى هناك كبير إحنا مثلا أكبر واحد عندنا 29 سنة أو 30 سنة هناك لا عادي أحسن لعيبة في أفروكيا عندها 38 سنة كل الأعمار دي عادي إحنا بقى لما حد يبقى 30 لازم تبطالي أقاضي بقى البيت كفاية حلوة أوي كده فإحنا لا هي من ثلاثة دي لازم تتغير إن هناك هو الناس بتحترف أحسن لعيبة في أفروكيا أحسن خمسة في البطولة لا مالاش الاحتراف من أول كده عشان نجيب سيكت الاحتراف بالنسبة لي إن أنا أخد جايز زي دي وأنا لسه عندي 24 سنة وأعتبر من الناس الصغيرة في الفرقة فده بالنسبة لي إنجاز أنا مبسوطة إن أنا وصلت له في الفترة الأوليلة دي وإحنا مبسوطين به جدا بجازة بصراحة شديدة أنا واحد من الناس مبسوطة إن عندنا بنت في مصر نسيبك إنها كمان في نيد الأهلي لكن موجود بنت في مصر تاخد لقب أفريقي دي حاجة مهمة جدا جدا نتمنى لمنتخب مصر لكرة السلة بصفة عامة سيدات إن يبتدي يخشوا على المحفل الأفريقي يبتدي يتجاوبوا يبتدي يقدروا يوصلوا يدوروا قبل النهاية ويبتدي يتساعدوا لغاية ما وصلوا إن شاء الله لنهاية أفريقيا ويكسبوه لأن أكيد البلد عندنا مش قليلين عن أي بنت بتلعب في أفريقيا لكن خلينا نبدأ بأول سؤال مع شاكيلا وهو أكيد هنسألها سؤال مهم جدا إن هي تقدر تقدم نفسها للجمهور أرجو أن تتحدث للمساعدة أرجو أنني من جورجيا وأنا سؤال جورجيا هي شاكيلا نان وأمريكا جورجيا بس عشاني يبقى الكلام بسرع عنا هذا هو ثلاثة عامة سيكون أفريقيا وأنا 25 عامة 25 عامة نعم نعم 25 عامة أما قدمتش حاجة قالت لي بس ثلاثة حاجات بسوطة صح؟ مش عايزة تتكلمة كويس أنها ثلاثة عامة تبقى هنا في النادي الأهلي ثلاثة سنة لها دي حاجة كويسة أولناكو وكمان كان فيه كذا نادي كان عايزها بس الحمدلله الأهلي قدر أنه هو يحسم الموضوع ده ويجيبها في الأهلي كم نادي كان عايزها قبل نتيجة نتلقى؟ اثنين لبنان وهنا لبنان وهي كبتلاح في لبنان قبل نتيجة السنة اللي فاتت كبتلاح في لبنان رياضي اللبناني رياضي صحيح؟ نعم فرس دي تقاتل أهلي نعم ما هي تشعر الى الفرس دي؟ كيف تشعر الى الفرس دي؟ the first day I got here I was actually very overwhelmed I wasn't expecting the size of the club the amount of love when you walk in people are just speaking saying hello you know introducing themselves and everything there was a lot of names that I had to learn in a small amount of time but it was really exciting I was happy to be here هيا أوصلا حتى completely كانوا بتقولي انها تلعب في نادي زي الأهلي ده بام加ن الموضوع عن دهش وهي كبير مختلفة في أوروبا برضو ما عندهمش كده في أمريكا ما عندهمش حاجم الأندية كده هي كمان لما شافت السنة اللي فاتت في لبنان كان قابل عندهم ناس بتشجع وكده بس هنا هي مش متوقع أنا حتى كنت بقول له فوق دلوقتي أنه أنت لما تيجي بقى تلعب نلعب بقى ماتشوت بقى فاينل ولا سامي فاينل هتنبهر بقى دي حقيقة طيب خلينا من شاكيلة دلوقتي وخلينا نقول علاقتك بيها إيه لما جات النادي أهلي لما داخلت في وسطيكا لا هي قدقين سجمت بسرعة جدا لا هي كت فعلا بسرعة جدا 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 هي ما خدتش معنا جرت بسرعة الواجه حتى كابتن علي فسا هو يعني هي بجد هي وكابتن علي كان من الأول عماني قالنا أن هي جاية وإحنا جايبين حد كويس من فريق لبناني ومن الأول وهي جات معنا لا إحنا محسسناش خالص أن أنت محترفة فهناخد لا خالص هي كت معنا من الأول ودخلها وسطينا علمناها كلام عربي بتاخد وتدي معنا على طول رحنا لها مرة البيت جات لنا مرة بنخرج مع بعض فلا إحنا معيها هي مبسوطة حتى جان معنا هي حاسة قد إيه هي مبسوطة معنا You're happy with us, Shaquilla, right? Of course I want to come to go back A little bit Tell us about the details about negotiation between you and the club So my agent was actually more with the negotiation part and it actually came between Lebanon and Egypt again so it was more so just deciphering between the two what I wanted to do and you know I wanted to do something different as well so I've never been here before of course I want to experience the culture the people I've seen the fans and it's amazing so I wanted to experience that part and it was actually pretty smooth going from there I would say it was pretty easy my agent was the one that was able to bring it to me and then it was just a decision between where I wanted to go from there You've got a friend You've got a friend you've got a friend you've got a friend and it's a different way شافت الموضوع المختلف هي الملخص مش حرفيا يعني أنا بتقول إنها شافت الموضوع المختلف في ندل أهلي هي قربت للنادل أهلي وقدرت تحب النادل أهلي هرجع لك لازم أرجع لك الاحتراف حلم أي حد أكيد أنت اللي خلتيني قلتيني في أفريقيا والاحتراف فارق وكسا لما جالك الاحتراف في مصر يعني خارج مصر عفوا وقفنا وقفنا ليه والله أنا لما جالي الاحتراف زمان جالي يمكن وأنا صغيرة جالي قبل ما أخش جامعي كتساعة أنا أدميجي قلت لأ أنا خايفة أن أنا سافر وأنا مش عايز أطلع بره مع أن ده كل الناس دلوقتي بتسافر كل الناس عادي دولي سهلة جدا عادي يعني أو لو تعبية الزمن 30 مرة هسافر مش عامل نفس اللي أنا عملته هكتسب experience أكتر هكتسب حتى تعليم بره كمان يمكن أحسن هكتسب أن أنا هلاعب ناس تانية ملعبتاش مش بس هبقى محدودة في الدوري المصري بس لأ هبقى شفت بره وشفت هنا ما يمنعش أن أنا أشوف بره وشوف هنا فده بالنسبالي الاحتراف لأ طب وليه ما جربوش طب لا 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 أنت كده بتجري مني لا 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 بس هرجع لها بس لا أنت كده هي يعني سوريا بتجري مني في الكلام من آخر سوريا جالها احتراف خارجي في مدة قريبة جدا وجالي نادر قالي جواب رسمي أنها تسافر تحترف في المغرب مع نادي تلعب معها البطولة العربية صحي كده بالزبط إيه اللي حصل عايزة المفادات إيه اللي حصل بالزبط معك هو الأول لما الجواب بتاع المغرب وصل نادي الأهلي هو الكابتن كلمني على طول أنت جايلي الجواب كذا 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 أو أنا جايلي أن أنا هروح بطولة عربية من يوم 2-11 إلى 11-11 بس يعني أنا كان عندي مفروض برضو كانوا مختاريني في بطولة 3 على 3 مع المنتخب مسافرة بطولة أفريقيا يوم 6-11 من 6-11 بتأهل إيه بطولة 3-3 هي أفريقية بطولة أفريقية بطولة أفريقية مش بتأهل لحاجة بس هي يمكن في نص الوقت بتاع بطولة العربية وأنا مختاريني بالإسم فأنا موجودة وإسمي نازل على السايت وكل حاجة أنه أنا متاخدة طب كان ممكن يحصل المشكلة لو غيرنا الإسم ولا كان لازم يمكن هما ما قدروش أن هما غيروا الإسم سألوا ساعتها مدير الفني لو بالنسبة لك أنها تتغير لا أنا بالنسبة لي سوراية أنا عارفة هو كان مدير الفني اللي ماسك المنتخب دلوقتي كان معي في منتخب الثمانتاشر سنة فهو عارفني لا أنا عايزك معي فهي اتقفلت من هنا لو قرار المدير الفني فهو شايف أن أنت كويسة وأن أنت وأن أنت وأن أنت وأن أنت عارفت من قبل كده فلا خلاص أنت هتبقي معي الثلاثة على ثلاثة فساعتها مفاوضات فعلا هتقفل يعني ما لقدش توصل للأهلي أن المفاوضات ما بين الأهلي والمغرب لها يتقفلت من الاتحاد أصلا من الأول هنكسب أفريقيا ثلاثة على ثلاثة ولا موضوع بعيد والله يعني لو يعني إن شاء الله ناخد ماداليا إن شاء الله لو تحطينا في في الطوب ثري يعني بالنسبة لنا دي حاجة حاجة إحنا عمرنا ما عملنا إحنا في الأفريقيا اللي فاتت ما دخلناش أصلا دور التمانية فده بالنسبة لنا لو إحنا خدنا ماداليا إنجاز طبعا عمرنا ما عملناه من وجهة نظري بعيدة عن كابتن سوريا خالص وجود كابتن سوريا محترفة في نادي برا مصر أعتقد دي يكسبها خبرة أكتر لكن أكيد اللي قرر بإسم مصر هو شرف لنا كلنا وأكيد هي عايزة تلعب بإسم متخب مصر بس كنا لازل نفكر شوية إن هي تطلع تحترف وتاخد خبرات مختلفة عشان تقدر تساعد متخب مصر بالذات في الملعب الكبير مش ثلاثة عثلاتها لكن ده قرار الاتحاد وأكيد كلنا بنحترم قرار الاتحاد جيد لليلن عربك يعني أحب بأس الأرابيك أعتقد أن prioritize ما أعرف بإسم مصر يا الله حبيبي يا كله كله كده كل بيقولها في ملعب كده؟ اه اه يلا وهي كمان يلا 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 خلاص بس بقيت هي دل عرفافة هي دل بكادت تقول معنا وليه لي بتتعاملوا ازاي معها في الفرقة يعني اكيد برضو ما ان شاء الله عنا عارف كلكم بتكلموا لكن اكيد برضو تعامل في سرعة في وقت الملعب مختلف شوية معك هو او معاكم بسفة عامة او دي حقيقة فعلا ده بيحصل بس احنا مثلا لو في قبل الموتش او حاجة مثلا في واحدة بتبقى حد بيبقى معها من الفرقة اللي هو لانت هتترجيبينها دلوقتي هتتعمل ايه في الملعب هي وجودها طبعا في الملعب بيبقى من الاول فلازم بيبقى حد واقف معاها انت مطلوب منك انك هتعملي كذا 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 في الهاجمة دي هتعملي كذا في حتى لما انا بيكون في الملعب معاها او تعبانة او حاجة لأ بروح له على طول عشان تبقى معانا على طول بنتعامل مش بننساهها بصراحة كابتن عالي ساعات حتى بيروح يقولها انت مطلوب منك انك تنزيه تعملي كذا في الملعب علي يقولك يالله كل مرة نحن يتحدث معك في عربك نعم طيب أريد أن أتسألك على حاجة مهمة جدا البنت المصرية وصلت بذاتي أنت أنا الصراحة من وجهة نظري شايفة أن الفرق في المحترفات أن هناك هم عندهم كم محترفات رهيب يعني هم فريق نيجيريا أو السنغال أو أنجولا أو كل الفرق دي الفرق دي بتلم الناس في البطولات أفروكية وتصفيات أفروكية وكيفة لكن هم لا يلعبوش أصلا في بلدهم إلا محترفة في فرنسا محترفة في أمريكا محترفة في اليونان محترفة في أي بلد تانية غير بلدها أصلا فأنا شايفة بصراحة أن الاحتراف هو وحتى أعمارهم ده بقى حاجة وأن الكوة البدنية دي بقى حاجة تانية خالص يعني إحنا حتى في أفريقيا لما كنا بنلعب ماتش كل يوم إحنا كنا بنيجي عن ماتش الرابع لا إحنا عايزين أجازة مش قادرين إحنا بس يعني حدنا ودي الفرق التاني عادي يعني بتلعبوا ماتش مثلا تسعة بالليل وواحد اتنين الضهر فإحنا مش متعودين على كده إحنا يمكن ينكسنا فعلا الكوة البدنية دي نقصة من عندنا جدا طبعا دلوقتي ابتدينا بقينا عندنا برنامج تدريبي بيجاولنا مخطط أحمال معنا في المنتخب ده بيبقى مماشينا على نظام معين فلا طبعا الناس دي دلوقتي لما بتدت تهتم بدأنا إن إحنا مصر بجد جاية لا إحنا كسبنا الكاميرو بعد ما كنا خسرانين 17 بوينت في شروط الرابع وكسبنا ودخلنا دور التمانية شايف أن إحنا قريبين للمستوى الأفريقي؟ أوه لا بجد شايفه بعد ما هتمينا بالموضوع البدني ده إحنا قاوة نقدرش إن إحنا نكمل أربع ماتشاط وربعه بس بنكمل عندنا يمكن روح مش موجودة عند حد يعني يمكن إحنا أسكامل أنا بجد لما بيجي أدخل على الباسكت وأعمل فيك لوحدة بتنطه ولا حاجة مفيش دماغ بس كوة بدنية؟ لا صلاحهم طبعاً مستوى العالم بعيد عنه ولا قريبين؟ لا والله مش يعني مش بعيد هسألها نفس السؤال ليها عشان سألها على المستوى العالمي وفرق مصري على المستوى العالمي هاو فار وي ارى من المستوى العالمي؟ أريد أن أقول أن هناك مستوى العالمي عندما يتحدث إلى المستوى العالمي أعتقد أنه مختلفة مختلفة أفنبوه أني على الجانب الحالة فإن أقول أنه مختلفة ستوتانيا دماغ باسكتبال إلينا سأرى مجدد كلنا نتعرف لما نشعر كلنا ندعم كلنا نتحدث نيمتد رعاق يبدو انجر الاضحاب لطبع مختلفة أشترك بس بشكل مقرح مستوى العالمي فإن لا أقول أن المختلفة ستوتانيا كدير مختلفة ستوتانيا فإلينا كله يعمل نفس الحاجة هي بس بتقول الفرق كبير في الستايل آه صحيح كده مزموط نعرف معلمت الاجيزي قاعدة جنبي كله بيعمل نفس الحاجة بنتكلم عن الستايل بنتكلم انهيو عن دوم ريباوند وبنتكلم عن ديفانسي وإحنا كمان بنعمل نفس الحاجة نفس الكلام بس فيه فرق بس طبعا فيه فرق بس فعلا هي زي ما هي قلت فيه فرق آه بس احنا كلنا في الاخر بنعمل نفس الحاجة يعني يمكن لو لو الانتناشنل ستاندرد بتاع الباسكبول فعلا برا يمكن احسن بس لأنا احنا برضو بنعمل نفس بنعمل نفس بنعمل نفس كل حاجة بتعملي كل حاجة بس هي عندها شوية قوة شوية روح شوية لياقة اعتقد كده ولا ولعبت ناس تانية يعني لفت ولعبت عندها خبرات بالضبط عندها اكسبيلينس اكتر من يعني اكتر من كذا حاجة يعني اكسبيلينس بالنسبالك هي اهم حاجة يمكن او يمكن خلاص انا نمشي مع كابتن سوريا لكن لو الاهلي النهاردة عايزين نشوفها على المستوى الافريكي نادي الاهلي رأيك ايه رأيي هو النادي الاهلي فعلا موجود على المستوى الافريكي يعني هو فعلا موجود بس محتاج فعلا ان هو يشارك لو شاركنا مرة في اتنين في تلاتة لا خلاص هنبقى موجودين هنبقى موجودين في المركز ما فيش طبعا حاجة اسمها المركز التاني ده خالص فاحنا نبقى موجود ما عندناش مركز تاني ما فيش حاجة طبعا نسوان خالصا عديد النهاردة ل voluntают نعم مش عاكس مركز ثاني هذا طبعا خالص بس أنا أقلدي أن المركز الأول لا مش بعيد عن خالص ولا حتى في بطولة عربية ده بطولة عربية حتى مش بعيد ولا بطولة عربية ولا بطولة إحنا فعلا موجودين وإحنا لو عندنا إحنا عندنا هو محترفة كويسة معانة محترفة تانية في بطولة أفريقيا وبطولة عربية بلوص اللي موجودين إحنا بجد المحليين عندنا اللي هو إحنا أحسن من الناس اللي بره كلهم أحسن من بطولات العربية اللي منيجي نلعب مثلاً الأردن ولا تونس ولا لبنان أو كده محترفين جمدين بس محاليين إحنا أحسن بكتير بكتير فإحنا فعلاً موجودين يعني مش محتاجين كتير عشان نوصل لأول أفراد يعني شايفاً ناد أهلي قريب أنه هو يقدر ينافس على البطولة أفرادية طبعاً طبعاً موجود حتى كومنتات على الفيسبوك أي حاجة ما كانتش فعلة الناس كانت بتشجعنا لآخر سنة خسرانين عشرين ولا خمسة معنا للآخر إحنا فعلاً كنا بنبقى مستنيين الجمهور ده عشان يكون موجود معنا وفعلاً هم كانوا موجودين خسرانين في آخر مواطش في فاينل مع أننا إحنا بجد كان نفسينا نكسب بس إحنا يمكن عشان ما دخلناش البطولة دي قبل إنادي الأهلي ما دخلتش البطولة دي قبل كده يمكن كان ينقصوا فعلاً الخبرة دي اللي هي بتاعة مواطش الفاينل بس إحنا لو تقدروا تعدوا إحنا كان معنا محترف واحدة بس إمكان عشان الوقت كان قليل وكان داق لو بجد معنا محترفة تانية الوقت كان يسمح لنا عادي ناخد أول مستريح سريحة كلامك بصراحة شديدة والمنافسة المحلية المنافسة المحلية إحنا دلوقتي عندنا مواطش سبورتين في دور التمانية كل عنده محترفين وكل دخل محترفات ذا حقيقاً إحنا عندنا جبنا محترفة والجزيرة جاب محترفة أهلي جاب سموحة جاب محترفة سبورتين جاب كله جاب محترفة فكله عايز الدولي السنة دي أصعب من أي سنة عشان كله معاه محترفة وكله اللي هو لا ناوي ينزل الأهلي المفروض لا ما ياخدش الأربع بطولات بس إحنا دماغنا لا إحنا مش هنتنازل عن أي بطولة كل البطولات معنا يمكن دي حاجة غريبة بالنسبة للأهلي وسبورتين إن هم يتقابلوا في دور التمانية بس إحنا التراجل بتاعنا واضح هنقابل سبورت من دور التمانية هنقابل سموحها دور الأربعة وربع الفيل هو ممكن مثلا يبقى أسهل من دور التمانية أو دور الأربعة يعني لعدي أصدك من دور التمانية أو دور الأربعة خد المرتبط خد المرتبط نفس الكلام في الكس كتتراييها إينا شفت الدوري في مصر وشافت اللاعبات في مصر وشافت المiconشطات في مصر لا هي فعلا شايفة عن الدوري في مصر يمكن إحنا لحد الوقتي كيف هيك اعتناء على أن يشعر في إجابتة إجابتة؟ ما هي اعتناء؟ هذا جميل أنا نعرف أننا نبدأ بحديث ونا نستطيع هذا مباشرة لذلك أنا جميلة لنبدأ في مستوى كما تعلم أنه أكثر من كل شيء أنا كنت أولاد جديد إنه مؤكد أساسي لا، أنت مؤكد أساسي أنا أساسي من الجنب نعم، لكن كنت أساسي إنه مؤكد أساسي في مستوى العام هل تعتقد أننا سنقوم بالفعل؟ بالطبع نعم 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 أهم حاجة ما عندهشة عجباني جدا بصراحة شديدة عجباني روحها لأن هي بتتكلم عن مكسب هي جاية عارفة ناد الأهلي وقيمة ناد الأهلي لما شفنا ناد الأهلي وضع عندها مختلف هو المكسب أهم حاجة عند شكيلة وعند بالزبط وهي الروح والمكسب إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفاهم في المرحلة اللي جاية كلميني بتعمل إما عايكو بتخرجوها مين بيخرجها مين بيشتغل معايني مين؟ أكيد مصريين يعني موضوع مختلف شوية ده هيقفة نحن روحنا لها مرة بيت كيو يو كوكت لنا هل تتذكر؟ نعم نعم هي بجد طبخة شطرة جدا بس أمريكاني كيو، ماذا فعلت؟ إجيبشين فود ما خصوتي؟ مين بيشتغل؟ مين بيشتغل ميشتغل أبدا هل يحب بيشتغل؟ باقلاوة نعم تحب بيشتغل ميشتغل باقلاوة هل تحب؟ تحب بيشتغل بيشتغل اصلا؟ اوكي بس هي بتحبها هنا يعني هي بتحبها او جدا بتحب الحالة بصفها عم او 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 هي بتقول انا بجد you love food of course بتتشغل خلاص على الاكل المصري خلاص بقى لا بس هي بجد لما جابتنا عندها البيت مرّج بتعمل اكل حلوة قوي واحنا خلاص يعني حتى كذا واحدة بالفرعة راح يطلقها مس بس واحدة ولا اتنين لا احنا الناردة عندنا حاجة عندها في البيت لا احنا هنروح لها كلنا رحنا لها وكلنا قد ايكونا مرحبين ولو عايزين نخرج بقى معاها لو حد عايزي وديها اهرامات بتاع فهي نفسات او نفسات او نفسات do you want to go to the pyramids right? yes we were actually talking about that i have not gone yet i'm actually shocked some of my teammates still have not gone so i'm trying to make it where we can all go together and rethink the goods ايجبشان فود فول طعمية كوشري did you eat فول the egyptian food yes no i have not not all of it i haven't experienced everything yet so i'm gradually getting my way into واحدة واحدة هي نفسها واحدة واحدة هتقلش مصري وهتلاقها في الحسين وهتلاقها في كل حتة والسيدة وهتلف في مصري كلها لا فعلا روحها جميلة وفعلا روحها متواتبة مع الناد الاهلي اكيد في المرحلة اللي جاية عندنا تحديات قوية جدا اكيد طبعا في الناد الاهلي تحدياتنا في المرحلة اللي جاية نعمل ايه تحدياتنا احنا دلوقتي كلنا مركزين ان الفترة اللي جاية دي احنا مثلا ايلين ان الفترة اللي جاية دي تعتبر فترة اعداد جديدة هنقضي 22 يوم بنتمرن مستعدين لماتش سبورتنج هنلعب سبورتنج رايح جاي سموحة رايح جاي فيبقى عندنا ست متشاط فاقل من 11 يوم وست متشاط اتقل من بعض وورا بعض يعني حتى احنا نلعب سبورتنج يوم 21 ماتش الرايح عندنا الراجع 25 يعني وورا بعض مش هنرايح خالص وطبعا هنسافر يوم 23 فيبقى تمرينة واحدة بس مثلا ان تبقى في النادي واحنا ملعب سبورتنج مش واخدين عليه هم وبعدهم مش واخدين عم ملعب عندنا فنفس الكلام ماتش سموحة نفس الكلام ماتش الفاينل ان شاء الله فده بالنسبة لنا لأ احنا مركزين من دلوقتي ان احنا عايزين ناخد ماتش ماتش ومركزين ان احنا التارجت بتاعنا اول في كله ده اكيد جليتي بمرة واحدة قلت قالتلي ماتش دور التمية صعبة ودور الاربعة صعبة بس اهلنا عالفاينل في 11 يوم فالامور صعبة جدا خلينا نوكل للفاصل ونرجع نكمل مع كباتنا الكبارد نراح而 Skills نراحب تاني بينجومنا الكبارد ن يجوم البسكت في آناد الأهلي كرة السلة سيدات وفعلا وقفنا أنا وكابتن سوراية عندي سؤال مهم هي بتقول لي أصل الأمور صعبة جدا دور التمانية صعب ودور الأربعة أصعب لكن في الآخر أبقى تقلت لي 11 يوم وإن شاء الله في الفاينال ونعب هنريدش الفاينال على طول وهنروح على الفاينال على طول ولا رأيك إيه ممكن يحصل أي حاجة في السكن لأن الجمهور تدي عارفة هنش هيستنى أي حاجة لأي فرق في الآن. ده حقيقة بس إحنا طبعا بالنسبة لنا هي ماتشات بس تو ثري كل ماتشات رايح جاي بالنسبة لدور التمانية ودور الأربعة إحنا طبعا مش سامحيني أن يبقى فيه ماتش تالت أصلا يعني إحنا عايزين نكسب الماتش اللي عندنا وماتش اللي بره ده طبيعي. والأهم من كل ده الماتش اللي عندنا تكسب اللي عندك الأول خلاص روحت الماتش اللي بعدين مستريح نفسيا على الأقل أن أنت كسبان واحد خلاص تكسب التاني بأي سكور عديت بالذات كمان فريد 18 عندنا المرتبط تاني كويس قوي 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 يعني من الصعب أنه هو يخسر ماتش أو يعني لأ مش هيخسر ولا ماتش ولا ماتشين هيعدينا إن شاء الله فلا أن إحنا نلعب دور التمانية ده طبعا ماتش صعب قوي مع سبورتنج إن شاء الله عدناه رحنا سموحة سموحة ده يعني يعتبر بالنسبة لي سموحة سبورتنج أكوى فرقتين منافسين طبعا بإزاي كمان بعد ما جابوا محترفات وبعد ما جابوا تدعيم من هنا فلا لأ هما بينفسوا عادي خالص دعموا دعمنا بالضبط دعموا دعمنا وجابوا لعيبة من هنا من نوادي تانية فلا هما زي ما هما كويسين إحنا كمان كويسين وكابتن علي بجد عامل حساب لكل ماتش عامل حساب يعني حتى وإحنا بنلاعب أضعف فرقة لأ إحنا ما فيش حاجة عندنا اسموه أضعف فرقة بننزل فور باور إحنا الخمسة يعني بنبقى مش بيريح خالص بنلعب بنعمل عليهم حتى كل الخطط مش بنخبي حاجة لشيالينها الماتش جامد لأ بنلعب كل اللي عندنا بنبقى عايزين نشوف كل حاجة إحنا ماشيين كويس ولا لأ هي برضو بتلعب معانا كويس بنبقى برضو عايزين إن إحنا نشوفها أكتر فبنتطر إن إحنا نلعب كل الألعاب حسن فيه سجام معها في الفرقة ولا لسه ما نسلمتش مع الفرقة لأ طبعا في الأول كان الموضوع بيبقى صعب إن هي لسه مش متسجمة مش عارفة أنا بعمل إيه فهي تقطع معايا إمتى فهتاخد الشوطة إمتى طبعا من الأول ده كان محتاج بالكلام طبعا كله تحسن لما أنا ببقى دخل عبوسكت بقول لها طعي معايا بتقطع معايا بديها كرة بتبقى لوحدها خالص فلا كذا حد بيسعيدة في فرقة أنا هعمل دلوقتي كذا فهي خلاص بقيت دلوقتي حافظة مين بيعمل إيه دلوقتي أنا هستلم الكرة إمتى خلاص لا هي بقيت الكميونيكيشن ببقى سهل جدا يعني سهل جدا من أول يوم شفت فيه كابتل سورايا الهواء في الستيديو عندنا في القناة الأهلي بتتكلم بروح وبرة الهواء تتكلم بروح وبتلعب في المعب بروح روح الفناني الحمراء تغي على كابتل سورايا لكن هي مش تغي على كابتل سورايا تغي على نجمات الفريق بتلعبه بروح قوية جدا هتا حقيقة حتى السنة اللي فاتت ليه مصدر قوة في هزيه في هزيه الروح في الفريق إحنا مع بعض كلنا ده حقيقة كلنا إحنا باللي هو بنبقى حتى في الاول والتاني لما بنكون وحشين بنبقى عفين ان احنا في التالة والرابع احنا نزلين نكسب هي مفهاش option لعبنا وحش لابنا حلو هنكسب مفهاش فحتى زي ما احنا السنة الفاتر كان في ماتش في البطولة العربية في السامي فاينل خسرانين فرق خمسة بوينت وفاضل 17 ثانية كسبنا الماتش عادي خالص احنا بروحنا قالين احنا مش هينفع ان احنا نخسر الماتش ده احنا نزلين السامي فاينل دة يودينا فاينل خلاص ماتش ما فوشي اما تلعب على تالت ورابع فاحنا يفيش حكس معا كدا اصلا احنا نزلين الماتش السامي الفاينل ده اللي هو اهم بالفاينل اهم mache انت يوصلك لمنحارب بعدها بالظبط فأكيد السوشيال ميديا في حياتنا اكيد لها طبع خاصول لها%. دلوقتي كل السوشيال ميديا في العالم هي اهم حاجة عند كل الناس السوشال ميديا بالنسبة لحياة شاكيرا أكيد فيها نقطة مهمة السوشال ميديا is important in our life now what's the best comment? what's the best comment? comment yes I would just say anyone welcoming me here I do I am far away from home so anytime people are welcoming and just saying you know like we're so glad for you to be here and I can't wait to meet you it's just it's very warming it's like heartfelt so I really like those غربة 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 لكن الكومنتو is Arabic or is English? sometimes it's in Arabic so I definitely have some friends that I screenshot and I'm asking what's been said because I need a translator and then sometimes it is in English and then I've seen words actually both I didn't know you can actually do that but it'll be some words in English and then some in Arabic and I'm like okay this is different do you understand it? not at all it's some in English do you get it? I guess I try and understand but I still just send it and I'm like can you change this Arabic or English? yeah 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 بصراحة ببص على السوشيال ميديا بتهتمي بيها؟ لا عادي مش بهتمي بيها قوي بس بعد بطولة أفراكيا بالذات دي لما لقيت كم الناس اللي عملالي قاد مثلا على الفيسبوك رهيب ومش بس من مصر بقى الناس بقى بتشوف يعني ممكن تعمللي قاد على الفيسبوك ولا؟ يعني ممكن تعمللي قاد على الفيسبوك لما انت ليش عمللي قاد عادي لجمة كبيرة زيك طبعا لازم يعني بعد بصراحة آخر بطولة أنا لعبتها دي كمية الناس اللي عملالي قاد على الفيسبوك كان بقى وراء بعض خصوصا كمان ان فيبا بتنزللي فيديوز كتير جدا وراء بعض فالناس يعني كان كله خلاص بيبص أنا بقى عمل ايه وانا لعيبك وشوف بقى كومنتات الناس كتب تتكلم انت دي دي اول واحدة مصرية تعمل كده دي اول حتى الاتحاد كمان بجدى دي فعلا كان واقف معي في الفترة دي ولما أنا كان فعلا منزل حاجة كمان دي كومنتات من الناس القريب والناس اللي مش قريب كل الناس كتب تتكلم تتنزل لي بوز شدي قال لي هي حقيقي على موضوع ده في اخر الحلقة تكايف لاني على طول بيقول لي الكلام ده تكايف هحيحيي كابتن سوريا عشان دي اول نجمة عندنا هنسيب السوشال ميديا ولازم نقول كلام الجمهور اكيد الجمهور مستني من كابتن سوريا النهاردة كلام واضح جدا الناس عايزة تسبق الاحداث وعايزة تعرف ايه هقول لي الجمهور ان احنا بنوعده زي كل سنة زي اما انا جيت الاهلي السنة اللي فاتت وعدنا بالبطولات كلها يمكن السنة اللي فاتت اخفقنا في بطولة واحدة السنة دي احنا مش هنفرد في اي بطولة البطولات كلها ان شاء الله للنادي الاهلي بنطلب الجمهور بس ان هو يفضل ورانا ويجي سعيدنا في المتشاط ويجي شجعنا في المتشاط احنا محتاجين بجد الجمهور يكون معنا المتشاط ضعيفة مش ضعيفة سامي فاينل كورتر فاينل. نفسنا الجمهور فعلا يكون موجود. جمهور النادي الاهلي هو كل حاجة. هو مجرد بس وجود الجمهور زي برضو ماتش السنة الفاتتة لأقول لأ كنا خسرانين. الجمهور بس وجوده هو اللي كسبنا. من غير ما احنا نعم. كده الباسكت بيسفى يحوى دخول جمهور ولا ماش سامة? يعني بيهو بيشوفوا دلوقتي المحاولات انه هو يدخل. لا اعتقد خلاص دلوقتي يعني في كزا جمهور بيدخل. يعني وعشرين من من الجنبين. خمسين خمسين. وتحطوا قرارات. وتحطوا قوانين على كل الجمهور. بتضرر على اي نادي. اعتقد ان ده الجميل الملتزمة. الجميل بتخش. هي المشكلة فعلا الحقيقية ان جمهور كبير. عايز يحضر كل المشاط في كل الالعاب. نتمنى في المرحلة اللي جاية كل الجهات تتكاتب الجمهور مع الامن مع الاتحادات مع كل الناس. تتكاتب لدخول الجمهور الى الصلاة لان اللاعبة اللي مش هيسمع هتاف الجمهور هو اهم حاجة عنده. هو اللي بيدي له الروح. وفعلا مصدر قوة النادي الاهلي في جمهور النادي الاهلي. واكيد رسالة الجمهورنا الكبير وجمهور النادي الاهلي ان لازم نكون مرتزمين داخل الصلاة. لما نخدش الصلاة لازم يكون مرتزمين. ان التجربة لو حصلت وبدأوا يدخلوا جماهير. هيشوفوا التجربة بتمشي ازاي? تجربة اكيد لو نجحة اكيد بنستمر. لكن التجربة لو مش نجحة اكيد بتحصل فيها مشكلة وهنوقف تاني. اتمنى يعنى فعلا كلاعب سابق كاعلامي دلوتي يباقول لناس في الاتحادات المصرية. لازم يكون في خطوة نبدا بيها. لازم نبدأ. علشان كمان شوية نلاقي جمهور تاني مرة داخل الصلاة. شاكيلا لاسة وورد. ودو لقد يحبب الاهلي فانس؟ ام. 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 اجل طوالا نتحل كما سنا أستطيع التقرير hoping أعرف بشكل شخص جميعاً. وأنا أتحدث كثيراً عن الأعزاء وشخص أعطائم بشكل شخص يجب أن نست signed up for a meeting. هناك الكثير من أن تتعلم بشكل شخص من شخص. هناك الكثير من الأمريكي. بالطبع قليلاً، هناك الكثير من أجلساتهم. ونحن نتحدث مع أجمور الأهلي. أعتقد أنها تسنتي بجمهور الأهلي и أريد أن نتعلم بشكل صواته لأجموعة الهواء من أجلساتهم. لكل الفرق عندنا في النادي الأهلي بص يا علي هطلع لقطة الجمهور عشان تتفرجع جمهور الأهلي هو بيشجع ده جمهور بيستقى أهلي فانس ده زي ما احنا شايفين قدامنا جمهور الأهلي داخل صالة النبي الأهلي ده حاجة مهمة جدا كنتم صورة لقيت قدام الجمهور ده بالشكل ده قبل كده ولا مش بالكم ده بس لعبت بتول عربية يعني ما كانش بالكمل ده بس حتى الكمل خلي بالك ده 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 جوه الصالة اوه ما انا شايفه انسايد اه اه انسايد اه اه اوالله تبلي انه ايضا ايضا انا اريد ان اروا هذا ده ده جوه الصالة كعليا حب ألعب او ده من الجمهور الكبير ده فالنا الجمهور ده بيدي قوة مختلفة وطاقة مختلفة ده حقيقة ده حقيقة وليلي مين اكتر واحد بيساعد شاكيلا داخل بصر والله يعني في النادل اهلي يعني كل نهية لما بتبقى محتاجة حاجة من حد يعني بتلاقينا كلنا معاها بتبقى محتاجة مثلا ان حد يعرفها مثلا مكان مكان تخرج فيه بنقول لها مثلا فيه مكان كذا مكان حتى اكل تجيب منها بنقول لها مترو مثلا اي حاجة بسوبر ماركت احنا بنقول لها على طول هي عارفة خلاص هي اصلا بقى تحافظة ايه اللي جنبها وايه اللي مش جنبها فلا احنا كلنا معاها ومش سايبنا خالص بصراحة بصي احنا يعني وعدنا نتكلم مع كابتل سوريا وكابتل شاكيلا للنغاية يعني يومين كمان مش نخلص احنا بصينا هما كانوا معانا النهاردة واكيد دي حاجة مهمة جدا هي تكون معانا في اول حلقة ليها وظهرها في نقالة الهند الاهلي بعد فترة اكيد هي مبسوطة داخل الناد الاهلي بتوعد الجماهير ان هي ان شاء الله هي وفرقتها وكابتل سوريا بيوعد الجماهير ان يكونوا عند حصل ظنهم باذن الله في المرحلة اللي جاية اكيد لازم نشكرها ولازم نقولها فعلا شكرا هن Любيني في الأهلي اين كان من أجنباتك شكرا كابتل سوريا نورتينا وشرفتينا ودايما متألقة ودايما نجاحات ان شاء الله ودايما بطولات في الناد الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله كردة السلسايدات مع الجمهور الناد الاهلي هيفرحونا وبإذن الله يعني اعرف حماسكبتل سوريا وحماس النجمات الاهلي في كرة السلام مع الكابتن علي هاشل يقدروا يعملوا حاجة السنة دي ويقدروا حقاو سيزون ان شاء الله مليء بالبطولات بازن الله في آخر الحلقة بشكركم وإلى النقاط.